الزراعة في العراق التي قابقوا سيني أو أدنى من الانقراض تزيدها عجز دوائر الدولة في قطاء الزراعة لمعالجة ما تسببه الحشرات في إطلاف محاصيل الفلاح الذي ينتظر حصد جهده من أرضه الحقيقة محافظة كربلة تمتاز بأشجار الحمضيات والنفضيات والتمور بدأت الآفات الزراعية تغزو الحمضيات تغزو حتى بالنسبة للتمور الدوباس بالنسبة يؤثر على التمر ويؤثر على النخلة نفسها بالنسبة إلى دودة الثمار الحمضي الفواكه بشكل عام الآن الدودة غزت غزت الفواكه وقبل كانت إصابة تحصل ما أقول لك ما تحصل ولكن إصابة جزئية السبب استمرار المكافحة الآن المكافحة جدا ضعفت مشاكل عديد يعانيها الفلاح لا تقتصر على حشرات المؤذية وإنما بقلة دعم المؤسسات الزراعية لاستصلاح الأراضي وفتح فرص للعاطلين عن العمل وسط مناشدات لحكومة الكاظمي لتخليصهم من هذه العقبات أن الآفات الزراعية في محافظة كربلا ناحية الحسينية تقريبا قضت على كافة المزروعات إلا القلة القليلة الباقية والصور التي ستنشر تظهر أضرار الفلاح في ناحية الحسينية محافظة كربلا ونحن نطالب رئيس الوزراء بأن يهيئ المبيدات الزراعية والطائرات المكافعة هذه الآفة الزراعية التي قضت على الفاكة مثلا البرتقال اللالنقي الرمان الغوجة والمشمش وحشرة الدباس التي قضت على النخيل وحفار الجذور التي أذت بعض النخيل عدنا حشرات موجودة هي حفرة أشجار النخيل وقد عدنا قسم من أشجار النخيل محد يصعد يحود تمرمانها بسبب هذه الحشرة لا تختلف حشرة الدباسي التي شاركت الفلاحة بحظ ثماره عن الفاسدين الذين جثموا على ثروات العراقيين دون حسيب أو رقيب من كربلا جاسم الهميم التغيير